صلطة الفواكه الصيفية دخلت سحر إلى المطبخ وطلبت إلى أمها أن تعدى صلطة من فواكه الصيف اللذيذة وافقت الأم وقالت ولكن اغسل الفواكه أولا غسلت سحر حبات الخوخ والتفاح والتوت والعنب ثم قطعتها إلى قطع صغيرة ووضعتها في صحن كبير قالت سحر سأضع السلطة في الثلاجة وسأقدمها إلى أبي عندما يعود من العمل وعندما عاد والدها من العمل قدمت له سحر صحن الفواكه الذي أعدته فرح كثيرا وشكر ابنته على الطبق اللذيذ وبدأ في تناول الفواكه ثم ذكر لها أهميتها فهي تمدنا بالطاقة والفيتامينات وتساعد الجسم على خفة الحركة والوزن المثالي وتساهم في الحفاظ على صحة الجسم أجب عن الأسئلة الآتية السؤال الأول ماذا طلبت سحر من أمها ألف أن تعدى صلتة خضروات ب أن تعدى صلتة فواكه ت أن تعدى صحنا من الأرز السؤال الثاني ما الفاكهة التي ستضيفها سحر إلى السلطة؟ ألف الخيار ب الجزر ت البرتقال السؤال الثالث بما شعر والد سحر عندما قدمت له سلطة الفواكه؟ ألف بالفرح ب بالدهشة ت بالفضول أربعة أو السؤال الرابع ما فائدة تناول الفواكه؟ السؤال الخامس ماذا تتوقع أن يحدث لو أن سحر لم تغسل الفواكه؟ السؤال السادس ما عدد الشخصيات الموجودة في النص؟ لديك قائمة ببعض الكلمات باللغة العربية والإنجليزية لتساعدك على فهم النص لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالقناة إن أحببتم الفيديو شكرا لكم وبأمان الله